مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض مؤقت على درجات الحرارة طاقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية أيضاً يكون الطاقس لطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نراهض أن الكتلة الهوائية الحارة التي يمثلها اللون السكني الفاتح تبدأ بالتراجع قليلاً يوم الأحد إلى الشرق وبالتالي يبدأ تأثير كتلة أو هواء ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى قادم عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وبالتالي يطرأ انخفاض مؤقت على درجات الحرارة وهذا يدوم يوم الأحد وكذلك يوم الأثنين بإذن الله أما الأحوال الجوية المتوقعة أحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في البداية تكون حار نسبي ثم تتحول إلى أجواء معتدلة أثناء الليل بإذن الله الرطوبة مرتفعة نسبياً حوالي 35% ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 23 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومي الأحد والاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة ومؤقت الأجواء تقريباً ما بين صيفي حارة نسبياً درجات الحرارة بتتراوح ما بين 33 إلى 35 يومي الأحد والاثنين والصغرى بحدود 22 إلى 24 درجة مئوية أعلى من المعدل بقليل الثلاثة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء أيضاً أو تبقى حارة نسبياً الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 36 والصغرى ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربط 36-22 عزون 35-21 جرش 37-23 المفرق 36 إلى 21 درجة مئوية البلقاء 34-21 مأدبة 32-22 عمان ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى بحدود 22 الأغوار البحر الميت أجواء حارة 41 إلى 30 الزرقاء 37 إلى 23 درجة مئوية المناطق الجنوبية الكرك 33-21 الطفيل 32-22 الشراح 33-21 معان والعقبي أجواء حارة العقبي 40-29 ومعان 41 إلى 25 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة الأزرق 42-25 الصفاو 42-26 وكذلك الرويشة 43 إلى 27 درجة مئوية إذن في المناطق الأغوار والعقبة ومناطق البادية الشرقية والبادية الجنوبية الشرقية أجواء تستمر حارة ودرجات الحرارة بالأربينيات بداية الأربينيات مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكراً للمتابعة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري